كابتن سيد عبد الحفيز أدى ما عليه ولفترة طويلة وبالمناسبة مكالمة طويلة جدا بيني وبين كابتن سيد ولكن لن أستطيع أن أتكلم في هذه الأمور على الشاشة لن أستطيع أن أتكلم في أي حاجة لأنها حاجات شخصية بين واحد وصحبه كابتن سيد من أفضل الشخصيات اللي تتعامل معها في حياتك بعيداً بقى عن كرة القدم وبعيداً عن أي حاجة إذا كان إحنا بنتشاور في حاجات كتيرة في حاجات عائلية في حاجات خاصة بي وحاجات خاصة بي وحنفضل صحاب وحنفضل أصدقاء وحيفضل كابتن سيد عبد الحفيز جزء من تاريخ النادي الأهلي خلال الفترة اللي فاتت وهو كابتن سيد عبد الحفيز لو جي يقوم وتقال له وارجع هيقول لا هتلاوه أول واحد بيجري حباً واحتراماً لنقسم النادي الأهلي فكابتن سيد بيعشى النادي الأهلي وخدم الكهال لآخر ثانية في مشواره أنجح واحد من أنجح مديرين الكرة في تاريخ القلعة الحمراء المنصب اللي تواجد فيه رموز كبيرة زي ما قلت لحضراتكم وأسماء رائعة أقول زي ما تقول أنا مش عايز أقول أسماء لأنه كلها أسماء الحقيقة يعني كابتن حسن ربنا يديله الصحة كابتن حسن حمدي كابتن سيد البطل الله يرحمه كابتن طارق سليم الله يرحمه أسماء مهمة وكبيرة جداً جداً كابتن سيد عبد الحفيز استطاع أن يحفر اسمه وسط هذه الأسماء الرائعة وقدر أنه يترك بصمة كبيرة جداً جداً داخل النادي الأهلي كابتن سيد 14 بطولة مع النادي الأهلي خلال تواجده كلاعب و 26 بطولة مختلفة على كافة المستويات المحلية والإفريقية والقرية كمدير للكورة كابتن سيد أنهى مشوار مع النادي الأهلي وأمامه خطوات مختلفة عرضها علي النادي وأنا أتمنى له التوفيق سواء اختار أن يكون موجود خد بالك من الكلام سواء اختار أن يكون موجود أو لا أو فضل أنه ياخد فترة راحة كل الاحترام والتقدير لكابتن سيد عبد الحفيز ومسيرته كل الحب والاحترام لهذا الإنسان الجميل لهذا الشخص المحترم